هذا وقد بذلت دولة جهود لدعم قدرون باختلاف حيث خصصت 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لرعايتهم وخفطت عدد ساعات العمل لهم يوميا كما أصدرت الدولة كودا الإتاحة لإتاحة التيسيرات المكانية للأشخاص ذو الهمم عن طريق أجهزة تعوضية متنقلة تساعد في سهولة تنقلهم داخل البيئة المحيطة بهم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر